بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبنائي الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مراجعة شاملة في الأسئلة البيانية للدوال للتحضير للباكالوريا أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وحتى شعبة سير لأنه فيديو جد جد قيم يا أبنائي حيث قال واحد روماني سي التمثيل البياني للدلة أفي المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجنس أو إي جي لهو ها هو المنحنة سي قال واحد عين يعني من البيان دي أف مجموعة تعريف الدلة أف من البيان ثانيا عين بيانين حلول المعادلة أف فتحة لإكس سيون الصفر عين بيانين حلول متراجحتين أف فتحة لإكس أكبر تنمين الصفر وأف فتحة لإكس أقلت أو يسوي الصفر رابعا قال شكل جدول تغييرات الدلة أف انطلاقا كذلك من المنحنة شكل جدول إشارة الدلة أف سادسا عين دون حساب قيمة لمت أف لإكس ناقص أف لإثنان على إكس ناقص لما الإكس يولي إثنان ثم فسر ذلك بيانيا ثاني روماني قال لتكن عبارة الدلة أف هي أف لإكس زائد بي على إكس ناقص واحد قال حيث أ وبي عددين حقيا واحد انطلاقا من البيان سي عين قيمة كل من أ وبي عين معادلة المستقيم المقارب بالمائل للمنحنة سي وهو ها هو المستقيم المقارب ثم ثالثا قال ناقش وهنا ركز جيدا ناقش بيان حسب قيم الوسيط الحقيقي أم عدد وإشارة هلول معادلة المعادلة الأولى هي أف لإكس سينا القيمة مطلقة لأم ناقص اثنان والمعادلة الثانية هي أف لإكس سينا أف لإكس رابعا قال لي تكون الدلة أش المعرفة على أر معادل واحد بأش أرش لإكس سينا القيمة مطلقة لأف لإكس قال وسي أش تنثلها البياني في معلم متعامل متجنس أو إيجي اللي هو المعلم السابق قال إشرح كيف يتم رسم سي أش انطلاقا من المنحنة سي ثم أرسمه في المعلم السابق إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة ننطلق أبنائي في واحد روماني قال سي التمثيل البياني للدلة أف في المستوى المنسوب إلى معلم متعامل متجنس أو إيجي له ها هو منحنى الدلة أف الذي اسمه سي قال عيم دي أف مجموعة تعريف الدلة أف لاحظوا جيدا أبنائي كما تعلمون أبنائي أن مجموعة تعريف دائمة تكون على محور الفواصل إذن لو نأتي وننطلق من هنا لاحظوا سوف ننطلق من هنا من نفس ما لنهي ونأتي هكذا 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 إلى غاية هذا المكان سوف نجد حاجز الحاجز أين يكون يكون عند القيمة واحد ثم نكمل من هنا إلى غاية زائد معناه مباشرة نقول واحد دي أف تساوي أن كل الأعداد الحقيقي يعني من ناقص ما لنهاية إلى غاية زائد ما لنهاية إذن لدينا هنا حاجز له وقيمة ما نعلي هي أر بعد ماذا معادة الواحد فقط يعني من البيان دائما مجموعة تعريف تكون على محور الفواصل ننطلق من ناقص ما لنهاية إلى غاية واحد ثم من الواحد إلى زائد ما لنهاية نقول مباشرة أر معادة الواحد أو نقول كذلك ككتابة بلغة مجلات نقول هكذا من ناقص ما لنهاية إلى غاية واحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى غاية الزائد ما لنهاية الواحد قيمة ممنوعة هكذا فقط نأتي الآن أبنائي مباشرة إلى السؤال الذي جاء بعده الذي قال عين بيانيا حلول المعادلة أفتحة لإكس يساوي السفر إذا نكتب هنا حلول المعادلة ماذا؟ أفتحة لإكس يعني المشتقة يساوي السفر أولا نقول هكذا نقول قيم إكس التي تحقق المعادلة أفتحة لإكس يساوي السفر لاحظوا جيدا هي قيم إكس التي تكون أدالة عندها تقبل اسمعوا جيدا تقبل قيم حدية كيف هي؟ محلية لاحظوا حتى نفهم جيدا يعني بلغة يعني المشتقة دائما تنعدم عند الجبل وعند الحفرة حتى نوضح الأمور يعني هنا المشتقة تنعدم وهنا المشتقة تنعدم لكن قلنا ماذا؟ قيم إكس قيم إكس معناه ها هي واحدة وها هي الأخرى قيم إكس التي الداء لا تقبل عندها ماذا؟ قيم حدية محلية قيمة حدية محلية ها هي ها هي القيمة الحدية المحلية هنا قيمة نقص واحد وهنا قيمة ثلاثة لكن قلنا قيم إكس أولا قيمة X من هي؟ هي الصفر والقيمة الثانية ما هي؟ هي الاثنان نقول X يساوي لنا الصفر و X كم يساوي؟ يساوي لنا الاثنان مباشرة نقول S بما أنها حلو المعدلة S يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا الصفر واثنان فقط يا أبناء ركزوا دائما عند هذه القيم الحدية التي نسميها جبل أو حفرة حتى تتفهمها جيدا قيم X عندها هي التي تعدم المشتقة يعني المشتقة هنا عندنا عينة تنعدم عند الصفر وعند الاثنان أما قيمة القيمة الحدية الأولى هي الناقص واحد وهنا قيمته هي الثلاثة فقط بعدها أبناء نأتي الآن إلى ثالثة قال عين بيانين حلول مترجهتين F فتها لX أكبر من الصفر و F فتها لX أقل أو يساوي لصفر إذن نكتب هنا الحلول كذلك البيانية أولا إذا قلنا ألف A فتها لX أكبر من الصفر أولا ما هو التفسير البياني لA فتها لX يساوي لصفر نقول هكذا حلول المعادلة أعفوا المترجحة عذروني إجازكم لو خيلا حلول المترجحة F فتها لX أكبر من الصفر هي قيم X التي تكون فيها الدالة F كيف هي؟ اسمعوا جيدا متزايدة تماما اسمعوا يا أبنائي إذن حلول هذه المترجحة F فتها لX أكبر من الصفر القيم التي تكون فيه المشتقة مجابة تماما والتي تكون فيه المشتقة مجابة معناها الدل كيف تكون متزايدة تماما ها هي كيف ها هو المنحنم هنا متزايد وها هو المنحنم هنا يرتفع هكذا الدل متزايدة ما هي؟ قال هي قيم X قيم X يعني من هنا إلى غاية هنا لأن قلنا هي قيم X قيم X دائما تكون على محور ألف واصل حلو المعادلة ثم ترجحت دائما على محور الفواصيل إذن من ناقص نقول S فتح يساوي من ناقص ما لنهاية إلى غاية هذه القيمة التي هي ماذا؟ التي هي صفرة اتحاد من ماذا؟ من الاثنان إلى غاية زين يعني القيم X التي يكون فيه الدلة كيف هي؟ ها هي متزيدة ومن هنا متزيدة لكن تماما من الاثنان إلى زين إذن متراجحة الفتح لX أكبر ما هي القيم X التي تكون فيه الدلة متزيدة؟ قيم X التي تكون فيه الدلة متزيدة ها هي الدلة متزيدة قيم X تكون من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا يعني من ناقص ما لنهاية إلى الصفر اتحاد من الاثنان إلى زين يقول أحد أكبر ماذا المجال هنا؟ مغلق يا أستاذ مفتوح يا أستاذ نقول لأنه قال تماما الآن نأتي إلى المترجحة الثانية إذا قلنا ب أفتحة لإكس أقل أو يساوي كلمة أقل أو يساوي نقول نقول قيم كذلك إكس التي تحقق المترجحة من هي المترجحة التي هي أفتحة لإكس أقل أو يساوي الصفرة هي ماذا هي هي التي أفوال نكتب بخطة أوضح هي التي تكون فيها أدال كيف هي متناقصة متناقصة ما هي القيم التي تكون متناقصة أكيد من هنا تنقص وكذلك من هنا ها هي تنقص يعني من أين من هنا إلى غاية هنا ومن هنا إلى غاية هنا يعني إذا قلنا فتحتين يساوينا ماذا يساوي لنا من الصفرة إلى غاية الواحد قيمة ممنوعة اتحاد من الواحد إلى ماذا إلى اثنان لكن عند الصفر وعند الاثنان المجال كيف هو مغلق لأن أقل أو يساوي أقل أو يساوي الواحد دائما قيمة ممنوعة نتفادها مهما كان لكن الصفر والاثنان ليست الآن أصبحت ليست قيمة ممنوعة لأن أقل أو يساوي أما هنا قال أكبر تماما يعني لا ندخل لا صفر ولا اثنان حتى نفهم جيدا بعدما أنهينا أبنائي من ثالثا نأتي الآن إلى رابعا قال شكل جدول تغيرات الدلاء أفأكيد دائما انطلاق من المنحنى الآن أول شيء في جدول تغيرات أبنائي ها هو أمامكم إذن أولا نأتي إلى هنا نقول X هنا نذكر مجموعة تعليف من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا إلى غاية واحد ومن الواحد إلى غاية زائد ما لا نهاية ها هي القيمة ممنوعة تظهر هنا أمامكم ها هي أمامكم إذن هذه أولا قيمة ممنوعة ثم هنا في هذا المكان نضع F فتحة لX يعني المشتقى نحن قلنا المشتقى إنا تنعدم تنعدم في هذا المكان وتنعدم في هذا المكان عند الفواصل يعني عند هذه القيمة وعند هذه القيمة القيمة الأولى التي هي كم التي هي صفرة نضع هنا رمز الإنعدام وعندنا القيمة الثانية هي كم هي اثنان كذلك نضع رمز الانيدة يعني المشتقة عندها تنعدم وعيد عند القيم الحدية المحلية تنعدم المشتقة إذن لاحظوا من هنا نحن نصعد يعني زائد ثم من هنا نحن ننزل يعني ناقص ثم من هنا ننزل ها هو نحن ننزل يعني ناقص ثم ها هو نحن من هنا نصعد يعني زائد ثم نأتي الآن إلى F ل X F ل X ننقل ما وجدناه لهو من هنا هكذا نصعد ومن هنا ننزل هكذا عفوا إذا قلت ومن هنا ننزل هكذا ثم ننزل مرة أخرى هكذا يسمعوا جيدا ثم نصعد هكذا الآن نأتي إلى عملية الملء أولا ركزوا معي كيف يتم عملية الملء نقطة نقطة أبناء حتى نتعلم نأتي الآن إلى حساب النهاية إذا نكتب هنا أولا جدول تغيرات أدال F لاحظوا أبناء كيف تتم الملء النهاية إذا أتينا وقمنا بحسابهم لها Limit F ل X لما X يقول إلى ناقص من النهاية إذا كان ها هو X عند ناقص ما يلاحظ المنحنى أين يكون بالنسبة إلى محور الترتيب دائما أعيد هذه I dizer وهذه النهاية النهاية دائما تكون على محور الترتيب إذا كان X عندنا عند ناقص من النهاية المنحنى بالنسبة إلى محور الترتيب أين يكون لاحظوا ها هو جاء من الأسفل وبدأ proclaimي هاذا ه sign ناقص من النهاية فنقول تسوي ناقص من النهاية إذا نضع هنا ناقص من النهاية وعندنا Limit F لحف 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 ل قلنا limit f لx لما x يؤل إلى نقص ملا نهاية المنحنة بالنسبة إلى محور الترتيب أين يكون يكون في النقص ملا نهاية فنقول نقص ملا نهاية إذا كان x عندنا عند الزائد ملا نهاية المنحنة ما زال يسعد نحو الأعلى فنقول النهاية تسعينا زائد ملا نأتي الآن عند إذا limit f لx لما x يؤل الآن عند الواحد لكن الواحد يا أبنائي عندنا قيمتين قيمة بقيم صغرى وهنا بقيم كبرى لما إذا نقول لما x يؤل إلى الواحد الآن بقيم صغرى انظروا وركزوا معي أرجوكم نقطة نقطة تحت نتعلم ها هو ها هو x يسأل لنا واحد إذا x يسأل لنا واحد الآن انظروا بقيم أصغر بقيم أصغر انظروا المنحنة أين هو بالنسبة إلى محور الترتيب كيف هو من نسميع المحور الترتيب جاء من الأسفل الأسفل قلنا كيف نسميه نسميه ناقص ما لنهاية نأتي الآن إلى limit f لx لما x يؤول إلى الواحد الآن بقيم كبرى يساوي الواحد بقيم كبرى بقيم كبرى لو نلاحظ إلى المنحنة انظروا أين هو بالنسبة إلى الواحد هو بالنسبة إلى محور الترتيب عند الزائد ما يعني جاء من الأعلى كلمة من الأعلى معناه زائد ما لنهاية لاحظتم أبنائي دائما النهاية تكون على محور الترتيب هنا إذا كان x عندنا عند الواحد بقيم كبرى انظروا من حناء من جاء جاء من الزائد ما لنهاية أما بقيم صغرى انظروا أين ذهب ذهب إلى النقص ما لنهاية هنا يوجد لنا تفسير هندسي في هذه النهاية الأخيرة الى هادهي ولأن نقوم بعملية المل اذا هنا زائد ما لنهاية هنا ناقص ما لنهاية هنا زائد ما لنهاية سورا الصفر انظروا كم هي صورة الصفر انها ناقص واحد وانظروا إلى صورة الأثنان. إنها كن؟ إنها ثلاثة. ها هي اثنان صورتها ثلاثة. أما الصفر انظروا إلى الصفر صورته كم إنها ناقص واحد ها هو الجدول وهنا قلت يوجد لنا تفسير هندسي في النهاية هذه الأخيرة تقول القائدة إذا حسبنا النهاية عند عدد ووجدناها مالا نهاية فنقول هكذا سي يقبل مستقيم مستقيم مقارب كيف هو شاقولي أو عمودي أو موازن معادلته X يسوينا هذا العدد الذي كنا نحسب عنده وهو واحد هذه قائدة إذا حسبنا النهاية عند عدد ووجدناها مالا نهاية فإن منحنا الدالة يقبل مستقيم مقارب شاقولي معادلته X يسوينا هذا العدد أما إذا حسبنا النهاية عند المالا نهاية ووجدناها عدد وجدناها عدد ليس مالا نهاية فنقول منحنا الدالة يقبل مستقيم مقارب أفوقي معادلته Y يسوينا ذلك العدد الذي نجده هنا هنا لا يمكن أن نقول Y يسوينا مالا نهاية لا إذا مثلا وجدنا واحد فنقول Y يسوينا واحد حتى نفهم جيدا هذه المستقيمات المقاربة عندما أنهينا من هذا أبناء نأتي الآن إلى خامسا شكل جدول إشارة الدالة F إذا نكتب هنا جدول إشارة الدالة F أو مرات يقول إشارة FDX هنا جدول الإشارة أبناء نحدده بطريقة جد جد بسيطة توجد الإشارة دائما يحدد بنسبة إلى محور الفواصل لاحظ ما كان تحته أسفل محور الفواصل نعطي له إشارة ناقص وما كان فوق محور الفواصل نعطيه زائد وما كان يقطع نعطي له صفر ونحن عندنا لا يوجد المنحنى لا يقطع محور الفواصل انظروا هذا الخط الأحمر لا يقطع هذا فنكتب هنا هكذا اسمعوا جيدا حتى نفهم الفكرة قل جد جد إذن هنا X من ناقص بالنهاية إلى غاية الواحد الواحد دائما وأعيد قيمة ممنوعة هذا الواحد دائما قيمة ممنوعة لهذه الدلة وعندنا هنا زائد ملا نهاية وعندنا هنا F لX إذن من ناقص ملا نهاية إلى غاية هذه القيمة يقع أسفل يعني ناقص أسفل ومن الواحد إلى غاية زائد ملا نهاية يقع فوق إذن فوق نعطي له زائد فقط هكذا فقط أبناء يعني من ناقص ملنية إلى واحد يقع المنحنة أسفل يعني بشارة ناقص ومن الواحد إلى زيد المنحنة يقع فوق محور الفواصل نطيله زيد هل يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع هذا الخط الأحمر لا يخطع هذا هذا حامل محور الفواصل لأبناء فقط ناتي بعدها أبناء إلى سادسا قال عين دون حساب قيمة هذه النهاية هي limit f لx ناقص f لاثنان على x ناقص اثنان لما x يؤل إلى الاثنان وفسر ذلك بيانيا أو هندسيا إذا نقول هكذا limit اسمعوا جيدا limit f لx ناقص f لاثنان على x ناقص اثنان لما x يؤل إلى الاثنان اسمعوا جيدا تساوي لنا ماذا أبناء f فتحة لاثنان لأن هذا قانون العدد المشتق وهذه القيمة كم تساوي أبناء تساوي لنا صفر لماذا لأن الاثنان اسمعوا تقبل قيمة حدية محلية عظمى عند x كم يساوي يساوي لنا اثنان اسمعوا ها عفوا قيمة حدية صغرى اسمعوا لكم جزائي لكم الله وخير قيمة حدية صغرى هنا ليس عظمى قيمة حدية صغرى أو دنيا ها هي أمكم اسمعوا ها هي هنا ها هي عند x يساوي لنا اثنان دل تقبل قيمة حدية محلية صغرى قيمتها كم ثلاثة دائما عند القيمة الحدية المحلية قلنا المشتق أو العدد المشتق كم تساوي قيمته تساوي لنا صفر التفسير الهندسي نقول و سي يقبل اسمعوا جيدا يقبل مماسا كيف هو أفو أفوقيا ها هو المماس الأفوق اسمعوا جيدا حتى تعلموا ها هو مماس كيف هو قلت ها هو مماس أفوقي عند هنا منحنا الدل يقبل مماس أفوقي معا أفوا معا أفوا معا دلته قلت هوا اكس يساوي معا دلته ليس اكس يساوي عذروني ايجراغ يساوي عفوا عفوا ها هي ايجراغ يساوي لنا كم ها هو ايجراغ يساوي لنا كم ها هو ايجراغ نماس أفوقي لأن سلسة لسة عامودي إذن قيمته كم Y يساوي ثلاثة هذا هو التفصيل الهندسي كذلك لو جئنا إلى هذه الحالة هنا كذلك يا أبناء لو جئنا إلى لميت F لX ناقص F لصفرة على X ناقص صفرة لما X يقول إلى الصفرة تساوي أن F فتحة لصفرة ونحن قلنا بما أن هنا قيمة حدية محلية أكيد العدد المشترك يساوي صفرة لأنها الدالة عند X يساوي نصف تقبل قيمة حدية محلية عظمى يعني مثل الجبل ومنحن و يقبل ممسا كيف هو كذلك أفوق معادلته ها هي أمكم ها هو الممس معادلته كم؟ إنه يمر على ناقص واحد معادلته Y يساوي ناقص واحد دائما احفظوا هذه الأشياء أرجوكم أن كل سنة لها نصيب في البقورية عند هذه السملة الأسئلة البيانية إذن دائما عند القيمة الحدية المحلية العدد المشتقي يساوي النصف وكذلك المنحن يقبل مماس أفقي يعني دون حساب يا أبناء فقط نأتي بعدها أبناء إلى ثاني روماني قال لتكون عبارة الدل أف هي أف ليكسين AX زايد B على X ناقص واحد حيث A و B عددان حقيقيا قال انطلاقا من المنحن C عين قيمة A و B لاحظوا هنا أبناء أولا نكون لنا بصر حد أو بصر حد أولا ما هي صورة الصفر بالدل أف ها هي أبناء صورة الصفر هي ناقص واحد إذن نقول أولا تعيين A و B حيث إذن لاحظوا جيدا أولا عندنا F لصفر يعني صورة الصفر بالدل أف كم؟ إنها ناقص واحد عندنا كذلك F لمن لإثنان كم يساوي يساوينا ثلاثة و F لإثنان يساوينا عفوا قلت يساوينا ثلاثة وعندنا كذلك بعض المعلومات أن المشتقة عند الصفر كم يساوي المشتقة قلنا و F فتح لصفر تحدثنا وقلنا صفر وعندنا كذلك المشتقة هنا في هذا المكان F فتح لإثنان كم يساوينا يساوينا الصفر لاحظ تحصلنا على أربع معدلات نختار أي واحد منهما شئت سوف تجد ال A وال B إذن قلت أولا عندنا صورة الاثنان هي الثلاثة والمشتقة عند الاثنان تساوينا الصفر وكذلك صورة الصفر هي النقص واحد والمشتقة عند الصفر كم هي عند هي الصفر إذن هذه كيف يمكن أن نجد هذه القيم أن ننطلق ب F لصفر نأتي بالدلة عندنا ها هي أمامكم ونعوذ بالصفر يا أبناء ها هي الدلة عوذوا الآن هنا ب الصفر وعوذوا هنا بالصفر ووضعوها كم تساوي تساوينا ناقص واحد أكيد تصبحنا B على ناقص واحد يساوينا ناقص واحد نضرب هنا في ناقص واحد ونضرب هنا في ناقص واحد أكيد هذا مع هذا يذهب تصبحنا B كم يساوي يساوينا واحد ها هو أمامكم بطريقة جد بسيطة الآن نأتي إلى شيء آخر وهو F لإثنان يساوينا ثلاثة أصبحت الدلة كيف تكتب اسمعوا جيدا أصبحت F لإكس في هذه الحالة ال B كم وجدنا ال B وجدنا واحد تصبحنا A X زائد واحد على X ناقص واحد لماذا؟ لأن ال B انتهى أصبح واحد نأتي الآن إلى F قلت F F لإثنان يساوينا ثلاثة تصبحنا هكذا A في إثنان زائد واحد على ماذا؟ على إثنان ناقص واحد كم يساوي؟ يساوي لنا ثلاثة تصبح لنا إثنان A كم؟ ثم عندنا زائد هذا اسمعوا جيدا واحد على إثنان ناقص واحد يعني زائد واحد على واحد يساوينا كم؟ يساوينا ثلاثة تصبح لنا إثنان A يساوينا ثلاثة ناقص واحد يعني إثنان A يساوي إثنان أي A كم يساوي يساوي لنا واحد مجرد حسابات فقط يعني بعدها أكيد سوف تصبح لنا عبارة الدلة هي F ل X يساوينا X زائد واحد على X ناقص واحد ولو نقوم يعني هذه العبارة أو الدلة نضعها في برنامج بيوالوجيسيال ونكتبها ونعين منحنة أكيد سوف يعطينا هذا المنحنة بنفسه يا أبناء نأتي بعدها أبناء إلى ثانيا قال عين معادلة المستقيم المقارب بالمائل للمنحنة وها هو أمامكم مستقيم مقارب مائل انظروه من هنا المنحنة يقترب من هذا المستقيم ومن هنا المنحنة يقترب من هذا المستقيم إذن نكتب هنا تعيين معادلة المستقيم المقارب المائل للمنحنة نحن نعلم أبناء أن معادلة المستقيم المقارب تكتب من الشكل إذن نقول معادلة المستقيم المقارب المائل اسمعوا جيدا تكتبوا من الشكل دائما تكتبوا هكذا Y يستوينا AX زائد B حيث نجد A والB إذا وجدنا A والB قد وجدنا هذه المعادلة إذن نقول هكذا اسمعوا جيدا نقول من البيان نجد لاحظوا جيدا أبنائي عندنا ما هي النقاط أعطوا لنا نقاط يمر عليها هذا المستقيم بحيث نقاط مضبوطة ها هي النقطة مضبوطة وها هي نقطة مضبوطة لاحظتم؟ كما ها هي نقطة مضبوطة ها هي نقطة مضبوطة لاحظتم؟ إذن عندنا نعوذ بالصفر تصبح لنا هكذا تصبح لنا صفر لأن Y دائما هذه النقطة إحداثية هي الصفر صفر وهذه النقطة إحداثية هي واحد واحد هذه تمثل X وهذه تمثل Y هذه تمثل X وهذه تمثل Y يعني الـ Y صفر تصبح لنا Y صفر يسوي لنا ماذا؟ A في صفر زائد B ومنه يصبح لنا B مباشرة كم يسوي؟ يسوي لنا صفر لماذا؟ لأن صفر في A يسوي لنا صفر إذن B يسوي لنا صفر ها هو ظهر مباشرة بعدما وجدنا B صفر أكيد تصبح لنا المعادلة Y ماذا يسوي؟ يسوي لنا A X أما B انتهى عوضه بصفر نأتي الآن إلى النقطة الثانية اللي هي واحد واحد فنقول واحد يسوي لنا ماذا؟ A في واحد ومنه A كم يسوي؟ يسوي لنا واحد ومنه معادلة المستقيم هي ماذا نفعل أبنائي؟ نملأ هنا A ونملأ هنا B تصبح لنا Y يسوي لنا كم؟ يسوي لنا X ولو نعيد رسم هذا المستقيم بالجدول المساعد أكيد سوف نجده هو نفسه حتى نفهم جيدا يعني حتى تعرف أن المعادلة لي صحيحة ضع الجدول المساعد الذي درستمه في السنة الرابعة متوسط أعطي قيم لـ X و Y وقم بإنشائه سوف تجده نفسه يمر من هنا فقط نأتي بعدها أبنائي إلى ثالثا قال ناقش بيانين حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد وإشارة حلول المعادلتين عندنا المعادلة الأولى وهي F لـ X سيون القيمة مطلقة لـ M نقص 2 والمعادلة الثانية F لـ X سيون F لـ M وكما تعلمون أن المناقشة البيانية كل سنة لها نصيب في الباكالوري لهذا عليكم بالمتابعة جيدا أبنائي إذن ننطلق في الحالة الأولى وهي المعادلة إذن حلول عفوا إذن نقول حلول المعادلة أولا ننطلق بالمعادلة الأولى وهي F لـ X سنرقي من مطلقة لـ M ناقص 2 إذن إذا قلنا ألف أولا دائما أبنائي نكتب هذه الجملة التي علينا دائما قلت أن نكتبها وهي نقول هكذا الحلول البيانية للمعادلة من هي المعادلة؟ F لـ X يستوينا القيمة المطلقة لـ M ناقص 2 ما هي الحلول البيانية؟ هي فواصل أولا هي الفواصل يعني دائما أعلم حول فواصل هي فواصل نقطة تقاطع من C تقاطع المنحنة C وهو المنحنة C مع المستقيم إذا سميناه دلطة M نعطي تسمية من عندنا ذو المعادلة اسمعوا جيدا أبنائي كي تتعلموا المعادلة ماذا؟ نأتي إلى هذه المعادلة في مكان F لـ X نضعها Y نقول المعادلة Y يستوينا القيمة المطلقة لـ M ناقص 2 يعني دون أن تقولوا هيا أشياء أن تحفظ نقول الحلول البيانية للمعادلة التي أعطيت لنا هي فواصل دائما الحلول تكون على محور الفواصل هي فواصل نقطة تقاطع المنحنة C مع المستقيم دالتا M أو نسميه T M أو D M المهم مجرد اسميات ذو سميناه M هنا نسبة إلى الوسيط M ذو المعادلة قلت ننزع كلمة F لـ X ونضع في مكانها Y الآن ما طبيعة هذه المناقشة؟ تقول القاعدة إذا وجدنا عبارة هكذا لا يوجد فيها X في هذه الجهة الجهة اليمنى لا يوجد فيها X إعلموا أنها مناقشة أفوقية لأن عندنا المناقشات عندنا ثلاثة إذا كتبت هكذا F لـ X تستطيعنا A X زائد A X لـ N يعني هنا يوجد أن الوسيط جاء في هذا المكان مع A قيمة ثابتة فهذه مناقشة كفية؟ هي مناقشة مائلة إذا جاءت مكتوبة F لـ X يستطيعنا A X لـ N هنا A X لـ N هذه تختلف يعني فيها وسيط اسمها مثلا هذه X لـ N المهم لا يوجد فيها X إذا وجدتم العبارة لا يوجد فيها X مثل هذه وهذه فاعلموا أنها مناقشة أفوقية أما إذا جاءت F لـ X مثلا يستطيعنا A X لـ N ومضروبة هنا في X مثلا زائد ثلاثة إذا وجدتم اسمعوا جيدا إذا وجدتم هذا المعامل المضروف في الـ X هو الذي موجود فيه الآن فاعلموا أنها مناقشة دورة فالمناقشة يوجدانا ثلاثة أفوقية مائلة دورانية إذا كان لا خالية من X فهي أفوقية إذا كان X مضروب في الآن مضروب في X فاعلموا أنها دورانية إذا كان عندنا A X زائد شيء فيه أم فاعلموا أنها مائلة ومن يريد معرفته يكتب درس مفصل في المناقشة بين الأسترنوردين سوف يجد كل الأمور هذه موضحة توضيح شامل الآن نأتي الآن إلى الحلول أبنائي إذا ننطلق أين هو ذلك المستقيم ها هو ذلك المستقيم يا أبنائي يأتي من النقص من يبدأ بالسعود ها كذا ها كذا ها كذا ها كذا إلى غايتنا هذه المناقشة الأفقية أما لو جاء نمائل يأتيكم مثلا ها كذا ويبدأ من هنا يبدأ بالسعود ها كذا أما إذا جاء دوراني فيأخذ مثلا نقطة من النقاط ويبدأ بعملية ماذا بعملية الدوران ها كذا حتى نفهم لكن بما أن تمريننا هذا فيه المناقشة الأفقية فدائما ننطلق من ناقص ما يبدأ بالسعود إذن ها هو المستقيم انطلق من ناقص ما يبدأ بالسعود ها هو يسعد كم يجد لنا الآن من تقاطع ها هو تقاطع فاصلة وها هي فاصلة كم يجد لنا حلان نزيد في عملية ارتفاع ما زالت كلمة تقاطع عن ما نحلان حلان 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 إلى غاية هذا المكان يعني من أين انطلق من ناقص إلى غاية النقص واحد يجد لنا حلان الآن عندنا ناقص واحد يجد لنا حل مضعف دائما عند نقطة حل مضعف ثم ينطلق من هنا لا يوجد حلول يعني لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع لا يوجد تقاطع إلى غاية هذه القماء هنا تمس حل مضعف ثم من هنا إلى غاية زائد ها هو نقطة وهي كلمة نقطة نقطة يعني حلان حل موجب وهو حل موجب دائما الحلول تعين بنسبة إلى محور الفواصل لكن هذه الحلول لكن هو قال حسب قيم آم وهنا الأمر علينا أن نكون على الدراية جيدا ننطلق بالحال الأولى ها هو ننطلق من هنا إلى غاية هنا يعني نقول واحد القيمة المطلقة لآم ناقص اثنان تكون أقل تمام من الناقص واحد لماذا؟ لأن ننطلق من هنا إلى غاية هنا لاحظتم؟ فننقل هذا إلى هنا فتصبح لنا القيمة المطلقة لآم أقل من ناقص واحد زي اثنان أي ماذا؟ أي أن القيمة المطلقة لآم أقل من الواحد وعندنا درس في القيمة المطلقة لهو السنة الأولى تقول القاعدة إذا كان عندنا القيمة المطلقة لإكس أقل من آم حيث آ قيمة موجبة تماما فإن ماذا تقول قاعدة؟ فإن إكس محصور ما بين ناقص آ وآ هذه القواعد عليكم أن تكونوا عادي لها إذن هنا كذلك يصبح لنا أي آم محصور ما بين ناقص واحد وواحد الآن في كل مكان هنا كم يجد لنا من حل يجد لنا حلان أحدهما كيف هو سالب والآخر جاء في الجهة الأخرى فإن موجب نقول هكذا للمعادلة حلان كيف هو متماعزان أحدهما موجب والآخر كيف هو سالب لاحظتم؟ لأن الإسقاط من هنا سالب ومن هنا موجب هذه الحالة الأولى نأتي الآن أبنائي الآن إذا لاحظتم ها هو من هنا إلى غاية هنا الآن نتوقف عند هذا الحد نقول كذلك ثانيا القيمة المطلقة لآم ناقص إثنان تساوينا ناقص واحد لأنها هي الآن ننقل هذا إلى هنا نصبح لنا ماذا نصبح لنا القيمة المطلقة لآم تساوينا واحد نعود إلى الدرس القيمة المطلقة القيمة المطلقة لإكس تساوينا فإن إكس يساوينا أو ناقص أي آم يساوينا واحد أو ماذا أو آم يساوينا ناقص واحد للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا دائما عند التمس قلوا حلا مضاعفا كيف هو معدوما لماذا لأنها هو يسقط هنا عند السفر لاحظتم يعني الأمر جدو جدو بسيط نأتي بعدها ابناء إلى الحالة الثالثة دقيقوا جيدا الآن لو ينطلق هذا المستقيم ويكمل هج التقطعات مع المنحن يعني مع المنحن الأحمر لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد إلى غاية هنا فنقول ثالثا القيمة المطلقة لآن ناقص اثنان محصورة ما بين الثلاثة عفوا إذا قلت محصورة ما بين الثلاثة وماذا والناقس 1 يعني من هنا إلى غاية هنا علينا أن نتخلص من الاثنان نضيف من هنا اثنان ونضيف من هنا اثنان ونضيف من هنا اثنان لماذا حتى يذهب هذا مع هذا فاصبحنا القيمة مطلقة لأم محصورة ما بين خمسة وواحد يقول أحدكم لماذا لا يمكن أن نقول هذه الكتابة فقط ونقول لا يجحل عليكم أن تتخلص من رمز القيمة مطلقة وتظهر قيمة أم عندنا ماذا تقول القاعدة تقول القاعدة إذا كان عندنا القيمة المطلقة محصورة ما بين قيمتين مجابتين فتنزع بهذه الطريقة فإن أم محصور اسمعوا جيدا فإن أم محصور ما بين أو نعطي لكم الدرس أولا إذا كانت القيمة المطلقة لإكس محصورة بين البي والآ حيث آ وبي قيمتين مجابتين تماما فإن إكس محصور ما بين ناقص بي وناقص آ أو ماذا أو إكس محصور ما بين الآ والبي هكذا تقول القاعدة كيف تنزع قيمة مطلقة محصورة بين عددين مجابتين فهنا مباشرة نصبح أن آم محصورة با بين الناقص خمسة والناقص واحد أو آم محصورة ما بين الواحد والخمسة هذه امور احفظوها ارجوكم. نقول لا يوجد حلول للمعادلة. لان لا يوجد تقطعات من هذا المكان الى هنا. الان نتحدث لما تكون في هذا الموضع. في هذا الموضع اكيد يوجد لنا تمس. اذا نقول رابعا. القيمة مطلقة لام ناقص اثنان. تساوينا كم? اسمعوا ها هي امامكم. تساوينا كم? تساوينا ثلاثة. اي ننقل الى الطرف الاخر. سبحانا القيمة مطلقة لام. تساوينا خمسة. اي ام قلت اما يساوينا خمسة. او ماذا? او ام يساوينا ناقص خمسة. مثل ما فعلنا في هذه الحالة هنا. نقول للمعادلة حلا كيف هو مضاعفا. موجبا. قيمته اذا سمينا اكس صفر ها هي قيمته. قيمته كم? اكس صفر يساوينا اثنان. بعدها ابنائي الان منحنا المستقيم يكمل سيره. كم يوجد لنا الان من حل? يوجد لنا حلا متميزا موجبا ها هو واحد وها هو. الى غاية ماذا? الى غاية هذا المستقيم يصعد الى المال نهاية. تبقى دائما تقطعان. اذا نكتب هكذا. لاحظوا. نكتب خمسا. القيمة المطلقة لام ناقص اثنان كيف هي اكبر ثنان من ثلاثة. اي ماذا? اي القيمة المطلقة لام اكبر من خمسة. المعروف عن القيمة المطلقة لإكس اكبر من ا حيث ا قيمة مجابة فان اكس اصغر من ناقص ا. و او اكس اكبر من ناقص من ا. هكذا تقول قاعدة. معناه معناه يصبح ام اقل من ناقص خمسة قاعدة او ا اكبر من خمسة. هذه احفظوها ارجوكم. القيمة المطلقة لإكس اكبر من ا فان اكس اقل من ناقص ا او اكس اكبر من ا. هذه قاعدة. اذا ومنه يصبح لنا نقول للمعادلة. ماذا? حلان. متمائزان. موجبان. كيف? تماما. فقط لان الاسقاط لم يسقط من هنا. يأتينا في الجهة الموجبة من المعلم. لهذا اذكركم ان القيمة مطلقة لإكس اكبر من ا. دائما قلنا القاقمة مجهبة. فان اكس اقل من ناقص ا او اكس اكبر من ا. هذه قاعد. ولمن نسي هذه الاشياء. اكتب درس القيمة المطلقة. الاستاذ نوردين سوف يجده مفصل ويتعلم هذه الاشياء. ناتي بعد ابنائي الان الى الحالة الاخرى. وهذه عليكم ان تكونوا على ديري. انها في نوع من الصعوبة. لكن لو ركزتم سوف تفهمونها ان شاء الله. اذا نكتب هنا. كذلك الحلول البيانية. الحلول البيانية للمعادلة. لاحظوا جيدا. اذا ها هي المعادلة. اولا اف لإكس يسعينا اف لأ. يعني في مكان اكس وضع ام. اولا نقول ام لا يسوي واحد. يجب ان تفادى هذه القيمة. لماذا؟ لان في مكان الاكس وضع ام. يعني حتى نفهن جيدا. يعني علينا ان نحضر مجموعة التعريف. لان في مكان الاكس وضع ام. ونحن اف لإكس يسعينا اف لأم. هي كذلك فواصل نقطر تقاطع سي مع المستقيم. اذا سمينا هذه الحالة في هذه الحالة تي ام ذو المعادلة. قلت نضع ننزع كلمة اف لإكس ونضع ايجراك. يسعينا اف لأم. وهي كذلك مناقشة افقية يا ابنائي. لكن هذه الهدسة مناقشة افقية عمودية. لماذا؟ لان قيمة اف لأم تمشي هكذا. لكن الام يأتيها كذا لان اخذ قيمة الاكس. يعني مثلا هنا ام في هذه الحالة كم صفر. هنا كم ناقص واحد. هنا كم واحد. هنا اثنان. لان اخذ قيمة الاكس. فتصبح لنا كأنما قيم ام تكون على هكذا تكون. لهذا تصبح لنا كأنما مناقشة افقية عمودية. نأتي الان الى المناقشة. ها هو المستقيم الافقي بدأ بالسهود. كم يجد لنا من تقاطع. يجد لنا تقاطعين تقاطعين تقاطعين. لكن ها هو ام الاول وها هو ام الثاني. لاحظتم؟ لان في مكان الاكس وضع ام. اف لام ها هو الاخضر. ام ها هي قيمة. لاحظتم؟ نصعد كذلك. هكذا. تتغير قيمة ام. تصبح لكم واحدة هنا. وواحدة هنا. الان لو يأتي الى غاية هذا المكان تصبح لنا قيمة ام وحيدة. لاحظتم؟ لاحظتم كيف ذلك؟ قيم اف لام تأتي من الاسفل وتصعد. اما ام فيسقط من هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة الى غاية هنا. فنقول واحد. اف لام اقل تماما من نقص واحد. يعني جاء من هنا الى غاية هنا. ام كيف يا ابني من يقول لي ام كيف تكون قيمة. اسمعوا ارجوكم لهذا السمية مناقشة. لاحظوا ها هي قيمة ام من هنا. ها هي قيمة ام من هنا. مهما يصعد كل ما يصعد تتحرك يتحرك هذا العمود وهذا العمود الى ان يصل الى هنا. من اين جاء هذا؟ واحد يكون من هنا وواحد من هنا. والاخر من هنا. ها هو الاخر. كل ما نصعد وهي تقترب تلك الخطوط السوداء. الى غاية يصبح واحد هنا وواحد هنا. ثم حتى يصبح كلاهما يلتقيان هنا. واحد جاء من هنا. والاخر جاء من هنا. اذا تصبح هنا قيم ام. اي ام يصبح ينتمي من ناقص ما لنهي. يعني واحد يأتي من هنا. والاخر جاء من هنا. من ناقص ما لنهي الى غاية هذه القيمة. لهي كم؟ الى غاية الصفر. اتحاد من الصفر. الى غاية هذه القيمة. لهي واحد. لان الواحد قيمة ممنوعة. للمعادلة حلان احدهما موجب. والاخر سالب. يعني واحد يأتي من هنا. وواحد يأتي من هنا. هذا تسمى المناقشة الافقية العمودية. حتى نفهم الفكرة. الان ابنائي. لما نصل الى هذا المكان. قلت الذي جاء من هنا. والذي يقترب كلاهما حتى يصلني الى هنا. الان قيمة اف لام. ها هي مباكم. نصبح لنا ثانيا. اف لام. اصبحت كم تساوي؟ تساوينا نقص واحد. اي اام. اسمعوا ها هي اام. اام دائما قيسوها على محورة الفواصل. لان اام في مكان الاكس. اذا نصبح لنا كم يساوي؟ يساوينا صفرة. للمعادلة حلا مضاعفا مع دوما. لماذا مضاعف؟ قلنا التمس. كلمة التمس. ها هي التمس. انظروا التمس. الان من هنا الى هنا لا يوجد اي قيمة واي تقاطر. مباشرة نأتي الى هنا. هنا كم يكون لنا اف لام. انظروا. اف لام يكون لنا ثلاثة. اذا اف اذا قلنا ثالثا. اف لام يساوينا ثلاثة. اي اام كم يصبح؟ انظروا ها هو اام. اام يصبح لنا اثنان. للمعادلة حلنا مضاعفا موجبا. قيمته اكس يساوينا اثنان. انظروا ها هو اامامكم. ما حدتم؟ يعني الامر جد بسيط. الان نكمل يا ابنائي. من هنا ونصعد. كلما نصعد. ها هو حل. وها هو حل. كلما نزيد في الصعود. ها هو حل. وها هو حل. اذا ابنائي. كلما نصعد. كيف تصبح ثالثا. اف اف لام يكون اكبر من الثلاثة. يعني الخط الاخضر سعدا من الثلاثة فما فوق. الام اين يصبح؟ اي اام يصبح لنا من ماذا؟ اسمعوا جيدا. الام قلت يكون على محور فواصيل. اام يصبح من ماذا؟ من الواحد الى الاثنان. يعني يتفاد هذه القيمة. يعني دائما يتفاد القيمة الحدية. ومن هنا الى غاية زائل المهم. هنا تفادها وهنا تفادها. يعني يصبح لنا اام ينتمي من الواحد الى غاية الاثنان مفتوح اتحاد. من الاثنان الى غاية زائد ملا نهاية. للمعادلة حلان متمائزان موجابان تماما. هذه المناقشة الافقية العمودية. يعني هذا الاخضر يمشي افقيا والعمود يسقط من هنا. في المناقشة هذه دائما نتفاد هذه القيمة الحدية. لان واحد من هنا واحد من ثم يلتقياني هنا. وهذه السوداء لو جاءت الى هذا المكان لا اصبحت واحد. لهذا سميتها قلت افقية عمودية فقط ابنائي. بعدما انهينا الان من المناقشة ابنائينا الان الى 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 رابعان قال لتكون الدالة اش المعرفة على اير معادة الواحد بالعبارة اش ليكسين القيمة المطلقة لأفلي اكس. قال واسي اش تمثيلها البياني في معلم متعامل متجنس لهو المعلم السابق. قال اشرح كيف يتم رسم سي اش انطلاقا من سي ثم ارسمه في المعلم السابق انا في نفس المعلم. ركزوا هنا ارجوكم نقطة نقطة الى هذا الاسئلة من هذا النوع. اذا اولا نكتب هكذا. نقول لدينا. ماذا لدينا. لدينا انه ارش لأكس تساوينا القيمة المطلقة لأف لأكس. نحن نعلم ان القيمة المطلقة اذا نزعت تنزع في حالتين. اما تساوينا اف لأكس او تساوينا ناقص اف لأكس. يعني مثل ما نقول القيمة المطلقة لأكس هي اما او ناقص اكس. لكن هنا الذي جاء داخل القيمة المطلقة ليس اكس انما ف لإكس مرة نقول عليها نفسها ومرة عكسها هذه متى؟ هذه إذا كان ف لإكس موجب وهنا إذا كان ف لإكس كيف هي؟ سالب مثل ما كان عندنا القيمة المطلقة لإكس تساوينا إكس إذا كان إكس موجب وتساوينا ناقص إكس إذا كان إكس سالب كلاهما لكن هنا في مكان الإكس وضع كل من ف لإكس الآن لاحظوا جيداً انظروا آش لإكس مرة تساوينا أف لإكس والآش لإكس مرة تساوينا ناقص أف لإكس لكن كل واحدة على حدة الآن نقول هكذا نأخذ هذا الطريق نقول هكذا سي آش ينطبق على ماذا؟ على سي سي إذا كان اسمعوا إذا كان آف لإكس أكبر إذا كان سي فوق محور الفواصل لماذا؟ أولاً أنه منحنة دالة أشي يجب أن يكون فوق محور الفواصل لأن قيمة مطلقة لآف لإكس دائماً قيمة موجب يعني يقع دائماً إذا كانت قيمة مطلقة خارجي يعني المنحنة يقع فوق محور الفواصل هذه اللي جدل فيها إذن أولاً سي آش ينطبق على سي يعني ننطلق الآن إذا جئنا وقلنا ها هو الجزء الأول ها هو إذن سي آش ينطبق على سي إذا كان سي فوق محور الفواصل ها هو أماكم الآن الحالة إذا سمينا هذه واحد ثانياً نأتي الآن إلى هذه الطريق الطريق نقول ثانياً سي آش كيف يناظر سي بالنسبة إلى محور الفواصل على المجال إذا جئنا إلى المجال الآن من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى واحد إذن على المجال من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد وهنا المجال ما هو إذا جئنا هنا نقول على المجال إذا جئنا المجال لومينا الواحد إلى زائد المجال من واحد إلى زائد المجال يعني من هنا إلى هنا يطابقه ومن هنا إلى هنا يناظره بالنسبة إلى محور الفواصل كيف ذلك؟ يعني هذا الذي يكون في الأسفل نناظره من هذه الجهة أولاً المستقيم كذلك هذا نناظره يعني هذا المستقيم نناظره هكذا اسمعوا جيداً المستقيم المقالب يجب أن يكون كذلك نناظره هكذا الآن ننطلق ركزوا الأمر جد جد بسيط الذي كان ها هي القيمة حدية تصبح لما نناظره تصبح لكم هنا فيأتيكم أفواً فيأتينا هكذا لما نناظره أفواً يأتينا من هنا هكذا 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 إلى غاية هنا ثم يسعد هكذا هذا الأخضر نسميه ماذا؟ سي أش يعني سي أش هو هذا الجزء وهذا الجزء وكلاهما يقع فوق محور الفواصل أما الجزء الأحمر هذا الآن ليس تابع للدلة أش إنما تابع للدلة أف إذن الجزء الأول هذا والجزء الثاني الذي يكون في الأسفل ناظرناه فقط فأصبح منحنة الدلة أش وهذا المنحنة الأخضر جزء ينطبق وجزء ناظرنا الذي كان أسفل محور الفواصل ناظرناه فأصبح الفوق وهذا هو منحنة الدلة أش فقط أبنائي وفي الأخير أبناء بناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك وصفحتنا على الانستغرام وهي الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر